السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوانسي الافاضل معاكم مهندس سلام جميل وكرس جديد في تعلم ريفت م اي بي والجزء الخاص بريفت الكتريكال الحمد لله الحمد لله اول حاجة حدوك اشوانسيين عشان اتعامل مع برنامج ريفت الكتريكال بابدأ اول حاجة اروح على قائمة موديلس وبقول له نيو انا عايز اعمل موديل جديد او بروجيكت جديد باختار البروجيكت بتاعي من هنا يكون اسمه الكتريكال ديفولت متريك طيب افريد بروجيكت انا مش اجبه موجود عندي عشان تضيف اي بروجيكت لتتعامل معه بروجيكت بروحها لقيمة بروحها لقيمة واوبشن من قيمة واختر اي بلاي حاجة اسمه فايل لوكيشن و هنا بيكون ده الموديلس اللي هي موجودة اللي اقدر اتعامل معها تكون استراجشن و الاستراجشر تمبلت والميكانيكال الالكتريكال اي حاجة عايز تضيفها بضغط على كل محلول وابدأ اختار التمبلت اللي انا عايزه طب افرد بشي منت الباص ده مكنتش موجود عندي بعمل ليه بروح لعلامة السيرش من تحت هنا بكتب علامة في المية برو جرام داتا بدون اي فاصل علامة في المية تاني واضغط انتر هلاقيه اوتوماتيك جابلي على طول البروجرام ده تفتح حالي اوتوماتيك بروح لأوتو ديسك بروح لأر في تي الفين وعشرين على الفين وواحد وعشرين على حسب الفيرجين ما حاجش غير عليه وبرح ونقل حاجة اسمها تامبلس هاخد المسار ده من هنا واقول له كنترول سي واروح للبرنامج واقول له اد وااجه هنا واقول له كنترول في واقول له اوبن على طول يبدأ يفتحه لك تختار الديفولت انت عايزه ولكن اختار اهو من هنا كده الايلكتريكال ديفولت مترك السيستم ده بيكون في الاثنين في البلومبينج والميكانيكال والالكتريكال بيكون ضميمهم في موضل واحد لو مطلوب من حضرتك ان مشواه يكون موجودين فيه مع بعض ماشي ويفضل انت تثبت المسار بتاعك هنا كنترول في عشان باعك لما تيجي تضيف بص كده هو اوتوماتيك هيفتح لك على الجزء ده طبعا بعد ما تقول له اوكي وتفتح تاني هيجيبه لك على طول فبقول له نيو بروجيكت وبختار منها يكون الالكتريكال ديفولت مترك وبقول له اوكي بالشكل او ما بيفتح البرنامج بيجيب لي هنا القايمة البروجيكت براوزر والبروبيرتز بانال جبتهم من هي باشوانت اسمي قايمة فيو يوزر انر فيس بقدر اضيف اللي انا عايز اهو يعني البروبيرتز اقدر اشيلها واضيفة تاني البروجيكت براوزر اشيله واضيفة تاني اللي انت عايز تتعامل معه تقدر يتضيفه تقدر تشيل من ده وتحركه هنا يمين شمال اللي انت عايز تعمله في الشاشة بتاعتك تقدر تعمله بمنته السهول هلاحظ ان البرنامج عشان خاطر انا مختار تمبلت جهزة هلاحظ ان هو اوتوماتيك ضيفلي جزء خاص بالالكتريكال ومصنفها لي ده كده الالكتريكال وتحتها في حاجة اسمها لايتنج وحاجة اسمها باور وجوه اللايتنج موجود فلور بلان وسيلنج بلان فرما بين الفلور بلان والسيلنج بلان الفلور بلان ادي المنشع عندي بيكون عامل كده مثلا انا ببص من فوق لتحت السيلنج انا ببص من تحت الفوق على الاستراكشور بتاعي زي ما هنشوف اهميته واستخداماته طيب نفس الكلام بالنسبة للباور فده بالنسبة لنا الديسبلين بتاعنا وده اسمه الساب ديسبلين ماشي طيب لو رحت علي واجهة لقى البرنامج زي ما احنا هنالتر حضراتك بشوانسين لو رحت علي واجهة لقى ان هو اوتوماتيك مديني تو ليبلز جاهزين موجودين مع التيمبلت اللي انا هشغل عليها فانا بعمله باختار الريفت المعماري بتاعي اللي انا باشتغل عليه براح جاي راح على قايمة انسيرت وبقوله حاجة اسمه ريفت لينك وميزة لينك ان انا اي تغيير بعديله او المهندس المعماري بيعدله في الفايل المعماري بيسمع على طول دايركت عندي هنا فين في الفايل بتاعي فبقوله ريفت لينك هختار من هنا اللينك المعماري اهوت هختار من هنا الريفت المعماري واختار نوع يكون auto origin to origin ده طريق وضعه المعظم احنا ستستخدم origin to origin في حاجة اسمها buy shared coordinate لو انا عندي اكتر من مشروع يعني مثلا هم اكتر من فيلا جنب بعض كل واحدة لها احداثيات وكوردنشا مختلفة فبالتالي بقول له buy shared coordination واتوماتيك ومانيوال اللي انا عايز اضيفه هنا الجزء بتاعي يعني اللي يهمني ان اختار origin to origin وبعد كده بقول له open هلاحظ automatic انه البرنامج دلوقتي اللي انا فتحت 3d لو رحت على قيمة view قلت له اظهر لي 3d view default 3d view هلاحظ ان هو automatic جاب لي مين جاب لي الشكل الريفت المعماري عندي اهو بالشكل شفت مع السكرول بتاع الماوس اقدر اتعامل معي هو بيجبولي في صورة صورة كأنه عامل صورة بالضبط قدام حضراتك كده الصورة دي اقدر اعمل عليها ايه اقدر روح لقيمة من هنا اسمها visibility and graphic دي اللي فيها موجود فيها المشروع بالكامل فكل العناصر بتاع المشروع visibility and graphic اخسارة vv او vg اقول له edit هنا ده كده كل حاجة بتاع المشروع doors اي حاجة اعمال mechanical structure اي حاجة من هنا كده لما بختار يقدر يضيف لي برضو لو انا عايز محتاج حاجة structure يقدر يضيف لي الجزء الخاص بال structure وانا عايز mechanical يضيف الجزء mechanical electrical وهجاسم بالشكل ده فانا ممكن اروح اقول له على rivet link من هنا كده واقول له الازهار buy host يعني buy host المضيف يعني انا دلوقتي اللي ضايف اللي بضيف اللينك بتاعي ده عشان كده buy كل default buy المضيف بتاعي يعني انا انا اللي بستضيفك عندي يبقى انا اعمل شروطي انا اللي انا عايز اقدر اعمله ممكن اقول له buy linked view يعني ايه يعني buy linked view عن طريق اللينك المعماري اللي انا اضيفه اللي او اللينك اللي انا اعمله عندي هنا كده فبدأ يجيب لي اعدادات الخاصة بال rivet المعماري وده هنعرف هنحتاجه امتى مع بعض ان شاء الله واختار custom دي لو انا عايز اظهر بلام معين محتاجه وانا بعمل بعمل الشغل بتاعي هنبدأ نفهم الكلام ده كله ان شاء الله فانا اقول له اولا تخليك زي ما انت buy host view وقاله اوكي ممكن اخليه under lay لو انا عايز اقلل الباستي بتاعته شوية واخليه half tone لو انا عايز اقلل الباستي بتاعته شوية هنا half tone ال under lay دي بيخليه كانه شفاف كانه حاجه ورق بزاق كانه حاجه يعني كانه خطوط دي هنشوفها اكتر هنحسها اكتر لما نتعامل مع البروجيكت بتاعي ما علينا المهم ما انا على طول لديت ايه البروجيكت بتاعي نزل في صورة صورة لو انا روحت على اي ليبل هنا اي واجهة بالشكل ده كده هلاحظ ان البرنامج فيه automatic مديني 2 ليبل ليبل 1 و ليبل 2 هلاحظ ان الريفت المعماري نفسه او اللينك المعماري فيه 5 ليبل قبال حضرتك ان انا الريفت الانشاية ده او الريفت انا ااسف انا ااسف الريفت الالكتريكال ده دول اللي هم كانوا موجودين فيه انا واريته لحضراتكم ودول اللي موجودين في الريفت المعماري في الصورة بتاعتنا طيب دلوقتي يا باش مهندس اولا اتاكد ان الاسم زي اول اسمين عندي اول 2 ليبلز عندي في المعماري يبقى نفس دول نفس الاسم بتاعهم عشان لما اجيستورد محتاجش اعمل ايه ليبلز تانية غير الموجودة لان مثلا لو ده كان اسمه مثلا ام مثلا وده اسمه ليبل 2 فبالتالي هيعمل لي ليبل 2 هيعمل لي ام في نفس المكان بتاع ده انا مش عايز كنا انا عايزه تطبق ده على ليبل اسمه ليبل 2 وليبل 1 على ليبل 1 هنا طيب هتاعمل يا باش مهندس بروح على قيمة اسمها كله بريد حاجة اسمها كابي منتور سيلكت اللينت كابي منتور مع شما حاجتين كابي ومنتور كابي عشان اقدر انسخ اي حاجة انا عايزها من الموضل بتاعي فباختار قيمة من قيمة كابي منتور يعني مونتور يعني لو سيادتك حصل اي حاجة اي تعديل على البروجيكت المعماري بيبدأ يسمى على طول عندي هنا ماشي عشان كابي بيقول لك منتور فبقول له سيلكت اللينك وبختار الريفت المعماري هلاحظ بيلي انت عايز تعمل اي من الحاجة دي او انا عايز اخد نسخة من دول واختار ملتبل عشان اقدر اختار اكتر من حاجة هبقى تختار مين بص كده تاخد بالك والسيادتك بتحدد ليه ممكن انت عايز اخد بالك تعمل تحديد كده فالي يحصل لو انا اضغطى على علامة الفلتر دي هلاحظ ان انا اخترت جردات وليفلز وولز انا كل اللي محتاجه الليفلز بس فناخد بالنا من الحتة دي بعلم الليفلز بس وعشان اتشك بروح الى فلتر تاني هلاحظ ان او مختار الليفلز فقط ستة الليفلز اهم طيب بعد كده بعمل ايه بشفاندس بعد كده بروح الى حاجة اسمه انا انا مش عايزها دلوقتي هضغط على شفت والغيها بالشكل لا انا عايز بس الليفل اللي عندي دي بروح اضغط على فنش الصغيرة دي عشان ياخدهم للكبي هلاحظ ان الليفل ده زي ما حضراتكم شايفين كده نزل دايريكت علي على الليفل ده وبعد كده بروح اختار اللي هي الفنش الكبير اللي مش عايز اعمل حاجة تانية حاليا وبقول له فنش هلاحظ ان البرنامج اوتوماتيك عمالي الليفلز بتاعتي طيب انا بشواندس لو روحت هنا كده على الوجهة لحضوك اعمل هلايه انا مش لايه غير طول ههم هم دول اهلل السكيل شوية عشان نشوف انا مش لايه غير الطول الليفلز اللي حويت موجود عليه الليفل سلي ريفل فور ريفل فايف كل الليفلز دي انا مش شايفها طيب عشان تشوفها بروح على قايمة فيو بروح على بلان فيو انت حضوك عايز تظهر ايه عايز تظهر اني كاتوجري من دول في عند حضرتك فلور بلان في سيلنج في فلور بلان وفي سيلنج ودول موجودين تبع اللايتنج وتبع الباور فانا بروح اقول له الاول انا هعمل الفلور بلان بيقول لي حضوك اظهر لك مين كده بيظهر لك كل الليفلز حتى الموجودين عندي اصلا كده الموجودين في البروجيك ما بيظهرهم مش ولك دول فقط اللي مش موجودين باخترهم بقول له اوكي هلاحظ ان هما نزلوا عندي في الباور ليفلز ههم اسموهم ليفل سيريو فور وفايف طب انا عايز اظهرهم برضو عايز انزلهم برضو في الجزء الخاص باللايتنج فبروح تاني على قايمة فيو بلان فيو فلور بلان بقول له اشيل العلامة دي برضو واختار الليفلز اللي انا عايز هدو اول واحد وشفت واختار اخر واحد وقول له اوكي هتلاحظ ان هو اديهم اسم تاني اسمه ثلاثة وبين قصين واحد طب انا باش موانس عايز ده يروح مع الفلور الخاص باللايتنج عشان يبقى عندي فلورز اللايتنج وفلورز للباور هروح على الجزء ده على ليفل سيري كده هقف عليه كده ليفل سيري اللي حضراتكم شايفينه كده هشوف الراجل ده واخد ايه يعني ايه واخد ايه الراجل ده واخد بحدي ابن بلاي واسمه واقول له الايكتريك بلان بنكوسين كرة لايتنج بالشكل الايكتريك بلان ماشي واقوله لايتنج كل اللي علي هنزل على واختار منه ان هو يسمو يكون لايتنج واقوله اوكي طب بعد كرة وايتماتك خلاص راحا اوتوباتك اولا هاختار لفل او ده و ده او خلينا اخدهم واحد واحده واختار من هنا واضيف الراجل ده واختار من هنا واضيف الراجل ده طيب بنفس الاسلوب لو انا عايز اعمل باختار من هنا بقول له رفلكتك سيلنج عشان لو احتاجتم باختارهم برضه بقول ايه اوكي ينزلوا عندي في الرفلكتك سيلنج وابداى السيادتك نمه ايه نزله حاجة حاجة جديدة خالص هي لان هم برضو لو جينا نبص مش وغدين اصلا اي فيو تمبلت طيب حضرك هتعمل اي هتعمل اي هتعمل اي عشان تضيفهم الراجل ده عايز اضيفهم ينزلوا طبعه هنا طيب هتعمل اي هنحاول نبص كيرا على على الراجل ده هقف هناك يا بشمنسين واروح هلاحظ ان في حاجة اسمها الكتريكال سيلنج من هنا كده موجودة في الالكتريكال بتاعها تبع اللايتنج والجزء الخاص بالسيلنج هقول له اوكي شايفين واجه الراجل ده اقول له برضو من هنا وقول له الكتريكال سيلنج وقول له اوكي زي ما حضراركو شايفين كده بشمنسين ده كده انضاف طبع الالكتريكال سيلنج وي بالشكل قدامنا ده مش كيه شمنسين يبقى انا كده اعرفت ازاي قدر اخد الليفلز اللي انا محتاجها وكمان قدر اضيف الليفلز جديدة وظبط لنا اعيز هروح بقى كده على منورس هبص هلاقي ادي الليفلز بتاعتنا موجودة ودي ليفل سري بالشكل ده ادي الليفلز بتاعتنا موجودة بالكامل موجودة بدون اي مشكلة مش كيه شمنسيني بانا كده اخدت كل الليفلز اللي انا محتاجها اشتركوا في القناة